اشتركوا في القناة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ان المؤتمر يهدف الى بيان الحقائق والانجازات فيما يتعلق بتاريخ حكم آل خليفة على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين وهو الامر الذي يرتبط ارتباطا مباشرا باحداث الحاضر واتجاهات المستقبل واضح الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ان المؤتمر يمثل اضافة جديدة لتناول وقائع تاريخية ثابتة ما زالت داعياتها قائمة حتى الان وذلك من خلال مناقشة رصينة وطرح موضوعية هذا وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات متخصصة لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية الاول حول الزبار عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين اما المحور الثاني فتحدث عن التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر اما الثالث بعنوان العنوان القطري العدوان القطري على الديبل في عام 1986 اطروحات ملأت القاعة بتفاصيل تكشف لأول مرة قدمتها نخبة اكاديمية ذات دراية بتلك الحقبة الزمنية المهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي الا وهي حكم الخليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر بهذا العنوان نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والطاقة هذا المؤتمر بحضور ومشاركة كوكبة من اصحاب الفكر والثقافة والتاريخ الذين قدموا نتاج بحوثهم لاحداث تلك الحقبة بدءا من تاريخ الزبارة عاصمة الخليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين يستعرض مؤتمر حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر التاريخ والسيادة حقبة مهمة في تاريخ شبه جزيرة العربية وهي تأسيس آل خليفة لدولتهم في الزبارة عام 1762 وكيف أصبحت الزبارة عاصمة تاريخية لآل خليفة في شبه جزيرة قطر وفي جزر البحرين وكيف قام حكام آل خليفة بكافة مسؤولياتهم تجاه الدولة حتى أصبحت الزبارة واجهة سياسية رئيسة في منطقة الخليج العربي وأصبحت مركزا أقليميا وحضاريا مرموقا في منطقة شبه الخليج العربي إلى أن زادت أطمع الطامعين في الزبارة وإلى أن صار هناك تمرد على شرعية آل خليفة من قبل تحريض بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية من قبل الثاني وإلى أن وصلنا إلى عام 1937 بعد العدوان الثاني على الزبارة والتهجير القسري لسكان الأصليين فيها وما تلاه من تدمير الآثار في الزبارة ومرورا بالعدوان الأخير في 1986 على ضحال الديبل الذي لا يعتبر فقط تعدي على سيادة أراضي المملكة ولكن تعدي على إرادة مجلس التعاون الخليج كل هذه المحاور تطرح في هذا المؤتمر في ثلاث جلسات متخصصة يشارك معنا باحثون ومتخصصون ومؤرخون في هذا لكي قدموا أوراق علمية محكمة وفي إطار السرد التاريخي بيّن المتحدثون المفاصل التاريخية لحكم الخليفة في شبه الجزيرة القطرية وما واجهه هذا الحكم من مؤامرات وتمرد وقد تم تسليط الضوء على حقائق غائبة لم تنى الحقها في البحث والاهتمام والتي تنبع هميتها من أهمية أبعادها المختلفة وانعكاسها على يومنا الحاضر طبعا مؤتمر حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر مؤتمر مهم ومؤتمر يتناول جانب غير مطروق من تاريخنا الوطني تاريخ البحرين في شبه جزيرة قطر تاريخ حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر ويوثق ويقدم حقائق مهمة هذه الحقائق والوثاق والمهمة التي قدمها المؤتمر تساهم في تشكيل وعي وطني عن مختلف فئات المواطنين بأهمية الاهتمام بتاريخنا في شبه جزيرة قطر وأعتقد من الحقائق التي ذكروها الباحثين اليوم حقائق بينت لنا أمق هذا التاريخ ومدى ارتباط شبه جزيرة قطر بيرخبين البحرين بالتاريخ اللي قاموا بأعيدة الخليفة الكرام في الحقيقة المؤتمر يصلت الضوء على فترة زمنية نحن بحاجة للاطلاع عليها المؤتمر يعرض وثائق تاريخية تؤكد امتداد التاريخ السياسي لهذه المنطقة الذي ينبغي أن لا يغفل لأنه يؤثر علينا اليوم ويؤثر على المستقبل جلسات متخصصة قدمها المؤتمر تضمنت سردا وافيا لتلك الأحداث المهمة مستندة إلى وثائق وخرائط وشهادات موثقة وهذا ما أثار إعجاب الحضور من الأكاديميين والمتخصصين بتاريخ المنطقة وأشادوا خلال مداخلاتهم بما يقدمه مركز دراسات وبالدور الذي يلعبه كمؤسسة فكرية وبحثية منتجة ومتطورة بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة